بعض قادة الإطار ممن يؤثر عليهم المالكي ممن يؤثر عليهم المالكي ليس كل قادة الإطار هم مؤيدين لانتخاب المشهداني ربما فقط بالجولة الأخيرة صار ضغط على أعضاء مجلس النواب من قبل القيادات السياسية بعض القيادات السياسية وقادة الرأساء الكتل النيابية بحيث أنهم اشترطوا في الجولة الثانية بعد أن حصل السيد سالم العيساوي على 95 صوت والسيد المشهداني حصل على 153 صوت وتفاجأت جميع بأصوات الأصوات التي حصل عليها العيساوي لكن في الجولة الثانية التي جرت اشترط بعض القادة ورؤساء الكتل السياسية على أعضاء مجلس النواب المنتمين لهذه الكتل السياسية بأنه يصور ورقة التصويت مع هوية النائب يضعها جنب وصورها ولهذا أنه انتشر في السوشال ميديا فيديو مسرب كيف ينزل السيد النائب المنتخب ثم يأتي إلى رؤساء الكتل وينظرون إلى الورقة التي تم التصويت عليها ترجمة نانسي قنقر